موسيقى 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 أهلا بحضرتكم مشاهدينا في أول حواراتنا النهاردة في هذا الصباح إذا كنا بنكلم عن الثقافة في بتأكيد هنذكر معها الكتاب الكتاب هو الحقيقة مصدر الغذاء العقول لكل الأعمار وبكل اللغات واللهجات يمكن تغض الوقت على الحياة سمة التكنولوجيا وبالتالي الكتاب تطور إلى الكتاب الإلكتروني شفنا كتب كاملة موجودة على الأجهزة بطريقة البيدي اف في ناس بتستمتع بقرأيتها وفي ناس ما زالت متمسكة بالكتاب الورقي الدراسات الحديثة عموما أثبتت أنه الكتاب الورقي أو الاطلاع والثقافة أو حتى المذكرة عن طريق الورق بيثبت المعلومة أكتر في الذهن لأن الذهن بيقدر يتعامل مع الورق بشكل أكبر لكن عموما دي دراسات ممكن تطلع دراسات تانية تثبت عكسها خلونا نتكلم عن المقارنة بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني في مصدر الثقافة مع ضفنا دكتور سلاح السروي أستاذ النقد والأدب بجامعة حلوان صباح لخير يا دكتور سنشوف تقرير مع حضراتكم ونرجع نتكلم عن هذا الموضوع يشهد الكتاب الإلكتروني انتشاراً واسعاً على الشبكة العنكبوتية حتى يتخيل البعض أن الكتاب الورقي كاد أن يضمحل وأن مصيره إلى زوال وحسب إحصائية أجرتها مجلة فرنسية فإن إقبال الفرنسيين على القراءة الإلكترونية في ازدياد منذ عام 2014 حتى عام 2016 وبلغت تلك الزيادة حوالي 36% مما يجعل فرنسا ثاني دولة أوروبية تعترف بهيمنة الكتاب الإلكتروني بعد سويسرا أما في عالمنا العربية فيرى البعض أن سلطة الكتاب الورقي أقوى من سلطة الكتاب الإلكتروني لأن الكتاب الورقي يتسم بالديمومة على عكس الكتاب الإلكتروني في حين أن الكتاب الإلكتروني مرتبط بالكهرواء أو بتلف الجهاز لذا فمن الضروري أن يكون لدينا مكتبة إلكترونية لكن في المقابل أن يكون لدينا مكتبة من الكتب الورقية لذا فإن الكتاب الورقي ما زال يحتل مكانته المرموقة في عالم الثقافة فما زال القارئ يقبل على شراء الكتاب الورقي وما زال كبار المثقفين في العالم العربي يتفخرون بما لديهم من مكتبات خاصة تحتوي على عنوين كتب مهمة في مجال دراستهم وثقافاتهم الكتاب الورقي من وجهة نظر المثقفين العرب كتاب ثقافي تاريخي ترسخ في الذهن البشري منذ اكتشاف الورق وإصدار الكتب المخطوطة وهو غير قابل للانتهاء أو الزوال لذا عاش الكتاب الورقي عصورا عديدة كما أن قيمة الكتاب الورقي تكمن في قيمته المادية المكلفة بعيدا عن الإلكترونية فإذا أردت أن تهدي صديقك كتابا بالطبع سيكون كتابا ورقيا وهنا تتضح قيمته المادية إلى جانب قيمته المعنوية لذا ما زال الكتاب الورقي يحتفظ بقيمته بين جموع المثقفين كأحد روافد الثقافة التي ينهل منها القارئ كيفما شاء أهلا بحراتكم مرة تانية شوفنا الحقيقة تأرير استعرض بشكل شامل أو جهة المقارنة المختلفة بين الكتاب الورقي والكتاب الالكتروني خلينا نحط كل ده على ما إدت ضفنا الدكتور صلاح السربي أستاذ النقد والأدب بجامعة حلوان إي رأيك يا دكتور والله أنا أرى أن كلا الرأيين على قد من الصواب لأنه بلا شك أن الكتاب الورقي هو كتاب يعني يمكنه أن يمثل حالة حميمية يعني في علاقته بالقارئ يعني أنه هو مثلا يعني ياخده فيه وهو نايم يعني قبل النوم وأنا عندي تجربة في حكاية كتاب المخدى أنا مسميه كتاب المخدى اللي هو يعني قراءة ما قبل النوم دي ممكن يتحول لصديق يتحول لصديق بالفعل وإنك تحنوا عليه وتعني لو فيه أي قطعة يعني تكبره بشكل معين يحافظ عليه ويشيره ممكن يرجع له تاني بعد فترة ومرجع يعني يعتبر مرجع مش ليه فقط ليه وله يعني الأجيال التالية بعده وأنا يعني أعتقد أنه جزء أساسي من لمعان وظهور عدد كبير من المثقفين إنما كان يرجع إلى وجود مكتبة في المنزل ومكتبة المنزل دي تبقى بحد ذاتها مغرية من حيث الفضول يعني الممكن يتلبس طفل مثلا أو شاب يافع إنه يتصفح يشوف إيه الدنيا ديت يعني ولذلك في الكتاب الورقي له جماله له إغراءه الخاص وله جاذبيته الخاصة خصوصا إن أنا أقدر أخطط عليه وأقدر أكتب نوت صغيرة أو تعليق بسيط أو ما إلى ذلك يعني يعني هنا يصبح لصيق بالإنسان أكثر في نفس الوقت أيضا إنه أنا أقدر أقرأه وأنا في أي وضع يعني أنا لست محتاجا لأن أكون في وضع معين حتى يعني أتناول هذا الكتاب بخلاف الكتاب الرقمي اللي هو يعني له وضعيته اللي أكيد الناس كلها عارفينها يعني وتحتاج إلى نوع معين من يعني الرؤية والملاحظة والنظر أنا في الكتاب الورقي أقدر أستعيد الصفحة الأولى وأجيب الفهر الصفحة الأخيرة وأقدر أقلب فيه بالشكل اللي ناسبني الكتاب الورقي الإلكتروني ليس بهذا القادر من البساطة والسهولة يعني لكن يبقى في نهاية الأمر ما يمكن تسميته بالحتمية التاريخية يعني فيه شيء كده في التاريخ اسمه الحتمية التاريخية اللي هو إنه التاريخ يتطور شئنا أم أبينها إن الواقع بتطور سواء نردنا أو لا نريد التطور هنا بيقول إنه ثقافة الصورة وثقافة الديجيتال وثقافة الإلكترونية هي الأقل تكلفة زي ما قال التقرير من ناحية وهي ربما الأسرع في الإنجاز من ناحية ثانية وهي ممكن تكون أيضا يعني التي في متناول الكافة دولة السسناء يعني ممكن أي حد في أقاصي أي مكان في الدنيا أستقبل هذا الكتاب الإلكتروني بصف النظر عن إنه يعني يقدر يتنقل أو ما يتنقلش أو ما إلى ذلك تمام يعني هو الكتاب الحقيقة بالتأكيد لازم يتطور زي طبيعة الأشياء مع تطور الزمن بالضبط لكن هو تطور في شكله المادي الملموس لكن الناحية المعنوية الثقافة والمتعة في الإراية الفهم اللي وصلني أو المعلومات هل تطورت أيضا؟ يعني أنا يعني عايز أقول إنه الحقيقة لكل مستوى من التكنولوجيا له ما يقابله من مستوى التلقي يعني قديما مثلا كان الكتاب بينسخ بخط اليد اللي هو بنسميها الآن المخطوطات تمام وهذا النسخ كان بيجعل كم هذه الكتاب محدود للغاية ومقصور على فئة بعينها يعني قادرة على أن تدفع تمن هذه الخدمة التي يعني تعتبر نادرة جدا في ذلك الوقت لذلك وجدنا مثلا إنه بيوت الأمراء فقط أو النبلاء يعني قسمه معين من الناس أو طبقة معين من الناس فقط هي لتقتني مثل هذه الكتب لأنها مكلفة للغاية لما ظهرت المطبعة ده أدى إلى انتشار أوسع للكتاب طبعا هل فقد الكتاب المنسوخ بخط اليد قيمته بالعكس زادت قيمته ولكن لم يعد يلبي حاجة هذا الانتشار الواسع أو المطلوب للثقافة طيب مع ظهور المطبعة بتأكيد أصبح الانتشار أسهل والكتب أوفر وأرخص يمكن نرجع شوية لعصر روايات المصرية للجيب وقد إيه خلقة جيل وبنترحم على الدكتور نبيل صروق يعني صاحب روايات مصرية للجيب وملف المستقبل ورجل المستحيل وغيره اللي سهمت في تكوين ثقافة جيل كامل يمكن دلوقتي بدأ بنفتقده شايف الفرق ما بين العصرين يمكن مر أكتر من عقدين على الفترة دي الفرق دلوقتي في الأجيال ما بين الثقافة وتوفر الكتب نعم أنا في وجهة نظر الفرق مش في الكتب هنا في الحالة دي الفرق في فكرة القرائية نفسها يعني فكرة أن يكون هناك توجه نحو الثقافة يعني أنا أذكر أن إحنا وأنا من جيل الدكتور نبيل رحمه الله يعني وأحسن إليه إحنا كنا في مكتبة في المدرسة وكان في مكتبة في أسر الثقافة وكان في حصة اسمها حصة المكتبة تمام وكان فيه مسابقات عن المعلومات العامة وأشياء من هذا القبيل فكان فيه حفز ودفع نحو الثقافة والحقيقة يعني للإنصاف أيضا أقدر أقول أنه ما كانش فيه وسائل التسلية الكثيرة جدا متاحة الآن بما كان يسمح بأن أتوجه نحو التسلية عن طريق القراءة وبالتالي فالقراءة معدل القراءة كان مرتفع إلى حد كبير قياسا بالآن في نفس الآن كان فيه البلد نفسها كان فيها مشروع يعني مشروع حضاري وتحرري وما إلى ذلك واهتمام بالشأن العام مما جعل فكرة التسقف أو التعلم أو الفهم أو ما إلى ذلك فكرة حتمية وضرورية حتى الإزاعة والتليفزيون كان نسبة المرامج الثقافية والتعليمية والسياسية وهلما جرى وهي كلها تدخل في نطاق المعرفة على أي حال كانت نسبة أعلى بكثير جدا وهو ما صبغ جيل بأكمله راك شايف دلوقتي أن الأجيال الجديدة أو العصر بشكل عام اتجه إلى الترفيه أكتر من التثقيف هذا هو بالضبط يعني أنا أخشى ما أخشاه أن يحتل التسلية والترفيه محل التعلم والتثقف وهذا يعني أمر بالغ الخطورة في الحقيقة يعني فيه أطفال من سن مبكر جدا تقريبا لا يعرفون أي شيء في الحياة سوى الجيمز وما إلى ذلك وحتى إقبالهم على التعلم الدراسي يعني عن المعرفة المدرسية بقى محدود للغاية فضلا عن طبعا كما تعرف يعني تردي الخدمات الثقافية المقدمة سواء في المدرسة أو في خلافها يعني الحقيقة ده طبعا بيلقي بالمسئولية على دور جهات كتير بقى من الأب والأم في البيت والمدرسة الجامعة الجهات الثقافية المؤسسات اللي بيروحها للطفل لو كان فيه مكتبة في النادي لو كان فيه معسكر في الصيف يعني الحقيقة ده مهم كمان إنه يبقى فيه توجه عام من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإثراء التجاه الثقافة بشكل عام تمام بالضبط أنا هنا يذكرني الحقيقة يعني عنوان كده للسلام من المقالات للراحل العظيم كروس في دريس كانت بعنوان أهمية أن نتثقف يا ناس يعني هو بيعتبر أنه الفارق بين أي أمة في مدارج تطور المتقدمة أو مدارج تطور المتخلفة إنما يكمن في فكرة التثقف فكرة نوعية المواطن يعني نوعية عقل المواطن يعني عقل البني آدم وطبعا فكرة ثقف مش فكرة ترفية أو ما إلى ذلك يعني لا ده فكرة ثقف هي حقيقة أمن قومي يعني هي في حقيقتها أن تكون مصريا مثلا أن تكون مواطنا صالحا مثلا أن تكون إنسانا مثلا يعني مرتبطة بجوانب عيدة جدا ندرجها جميعا في انطلاق ما فيه التحضر بتخلق مواطن وراقي وآدى على التعامل مع المشكلات بشكل ومفتامي وقادر على التعامل نفس الوقت لها بعد أمني في أنها بتحارب الإرهاب والتطرف لا كمان نهبتهم بتكون زائقة النقد والمفاضلة وإنه ليس من السهل أن يملأ أحد فراغ ذهني بأي كلام يعني يعني له لأن طول ما الذهن فاضي فسهل أنه هو يتملي بأفكار متطرفة لكنه هو مليان وجاهز أنه هو يفنط أي حاجة بتدينه هذا هو بالضبط هذا هو الفارق ما بين زهن أبيض يسهل الكتاب عليه وملأه بأي طرهات أو شيء من هذا القبيل وزهن ممتلق قادر على أن يفرز بقى هنا الفارق الأساسي ما بين شخص مثقف وشخص أو يعني شخص قارئ لنقول يعني حتى بالحد الأدنى على الوجه العام أنه قادر على أن يفرز ما يتلقى ما يأتي إليه ما يأتي إليه ومن هنا فبيصبح الهيمنة والسيطرة على هذا الشخص أو هلمان على زهنه بالأحرى يعني أسعب بكثير جدا ونقدر نخذ مثال على ذلك مثلا في أنك تعامل مع أوصات بسيطة لم تتلقى تعليما فسهل أي حد أنه يهيمن على أفكارها ويوجهها في بينما أوصات أخرى أكثر تعليما أو أكثر تسقفا من الصعب بالتأكيد اللهم إلا إذا كان هؤلاء الناس هم نفسهم قادرين على تمييز هذا الذي يقدم إليهم على هذا النحو طيب إذا قاررنا ما بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني بشكل آخر مع تطور سمة العصر أيضا الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية نجد أن الناس كلها دلوقتي ما بقتش تشتري الصحف الورقية زي قبل كده بقوا يعرفوا عنوين الأخبار سريعا من التطبيقات أو على الإنترنت بقت بالنسبة لهم أسرع بقى الخبر بيوصل أسرع لو طبقنا ده على الكتاب إزاي نعمل الموأمة ما بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني وطبعا فيه فارق هنا الحقيقة بين الصحافة والكتاب يعني فارق نوعي متعلق بأن الصحافة هي إخبار وتحليل يعني خبر وتحليل في نهاية الأمر فالخبر طبعا زي ما حدثت فضلت سريع جدا لحظي يعني ممكن أنا معي الجهاز بتاع الموبايل ممكن لحظيا أعرف الأحداث وقت حدوثها في لحظة حدوثها التحليل بقى هو اللي فيه مشكلة التحليل ده محتاج حد يقعد ويفهم ويربط ويزبط ويشبك الأحداث بعضها إلى غير ذلك مما يجعل ضرورة أن يكون هناك أناه تأني في القراءة وفي الكتابة وفي التلقي القراءة وده الحقيقة أنا شايف أنه مش هيفرق فيه أو الورقي عن الدجتال أو الرقمي يعني أو كده وإن كان الآن الأقرب إلى التناول هو الرقمي يعني في الصحافة بالذات أصبحت الصحافة الإلكترونية ربما يعني مكتسحة يعني كعبها أعلى كل الحياة أو مهزم يعني الجرائد أو الصحاف ده حولت إلى الإلكترونية بقى فيه موقع الأهرام بقى فيه موقع أخر ده صحيح والمصر اليوم اليوم السابع كله بقى على الموبايل ده صحيح بالفعل يعني حتى التحليلات والأعمدة وما وراء المنشتات كله موجود على الجهاز عمدي فقالي خليني أروح لسة أشتري الجورنان الجورنان بما فيه بقى من طباع ممكن أو حبر ممكن يلوز بعض الأشياء أو إلى غير ذلك طبعا مقارنة باستخدام الجورنان في فترة قبل كده كان حاجة ذات قيمة صحيح كانت ناس بتتخانئ أنها تشتريها بالجورنان ده كان على السقافة يعني كان ناس بتتباهى بأنه يحمل جريدة يعني وده معناها أنه راجل أفندي يعني بالبعنى ده لكن طبعا زي ما قلت حركة التطور لا أحد يمكن إيقافه وهذا الأمر سيطال كما طال الثقافة الورقية سيطال الكتاب أيضا لكن هي الفكرة هنا أنه الحقيقة يعني الفارق مش كبير ما بين ورقي أو الفارق الأساسي يكمن في توجه الناس نحو المعرفة يعني أنا أؤكد على هذه النقطة في حقيقة الأمر من حيث أن أخشى ما أخشى أن تجرفنا وسائل المتعة الرهيبة والتسليل الرهيبة المتاحة على نحو كسيف للغاية نعم بما يعني يكاد يستلب طيب هل ده عالمية نتجاه عالمي ولا ده يعني في بعض المناطق اللي هو غلبية الترفيه على التفقيف والله هو هذا الأمر مرتبط بأي هذه الاتجاهات بيمثل جاذبية أكثر نحو بالنسبة للمتلاقي فأنا أتصور مثلا أنه فكرة يعني التقاعص عن بزل الجهد والميل إلى الكسل دي سمى من سمات المجتمعات المتخلفة المجتمعات اللي مش متطورة المجتمع المتقدم بيميل إلى فكرة بزل الجهد والتعب من أجل المعلومة بل أنه يستمتع بهذا الأمر وأنا طول عمري بقول أنه المتعة ليس فقط في تلقي شيء بسيط أو سهل ولكن أيضا ممكن يكون متعة في شيء صعب جدا زي مثلا مرسة الرياضة على سبيل المثال بزلال يعني البطولات الرياضية دي ما هذه بتحتاج كدح كدح يعني كد حقيقي وتعب حقيقي من قبل هؤلاء إنه هو الإنجاز نوع من أنواع التحدي هذا هو إنه تحقق منجز معين وأنا هنا بقى بقول أنه العبء الأكبر ينبغى أن يقف على أو يقع على عاتق الأجهزة 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 التربوية أو الجهات التربوية أنا سألت حراج برضو السؤال ده لأنه لي زاوية أنه يمكن لغالبية الترفيه دلوقتي في العالم بسبب أن المنصات الإلكترونية بقت ترند بقت موضع دي حاجة جديدة الناس شايفها مبهرة يعني زي التليفزيون كده أول ما طلع زي الإنترنت أول ما طلع فدلوقتي بقى كله متاح على المنصات الإلكترونية صحيح وتحولت مع الوقت إلى منافسة ما بينها عشان تجذب اشتراكات أكتر فبالتالي يتقدم محتوى يعني أفضل وغيره فهل ممكن مع الوقت أن الوسيلة دي تتحول برضو إلى نوع من الوسائل التقريدية اللي ناس بتملها لما تظهر حاجة تانية يعني زي ما هي غلبت على التليفزيون وغلبت على اليوتيوب دلوقتي بقت هي الموجودة ممكن قدام شوية نلاقي أن هي بقت خلاص يعني بقت حاجة عادية بقت ديموتية يعني طبعا من الوارد أن تهمي ذلك يعني أنه يعني شيء يحل محل شيء آخر وده على أي حال في تاريخ زي ما حلقت تفضلت يعني موجود لكن هي الفكرة في المبدأ في حد زيته يعني هل أنا أذهب أو أتجه فقط نحو عناصر التسلية وقتل الوقت فيما يعني ربما ليفيد وربما يدور في بعض الأحيان يعني ولا أن أنا بتوجه عندي من الوعي ومن الإرادة ما يجعلني أتوجه نحو أشياء مفيدة ونافعة أو حتى أنوع مصادر ثقافة أو حتى أنوع بالضبط يعني جزء ترفيجي جزء تعليمي بالضبط علمي أدبي يعني تمام زي ما كان بقولك يا ساعة لقلبك وساعة لرب يعني هي الفكرة هنا أنا فوجة نظري أنه تسليح المواطن بوعي الإختيار حتى وأنه هو يكون فاهم يعني الشيء الممكن يدفعه للأمام وإيه الشيء الممكن يدمر وقته في شكل غير لائق وغير مناسب ويدمر عمره يعني أحيانا بعض الناس ممكن تقعد يعني بالعشر ساعات أنا أعرف يعني بعض المعارف يعني دوائر الأصدقاء وكده أنه فيه ناس ممكن تقعد بعشر ساعات يلعب جيم معين وبقى يعني يرجب الدماغه أنه هو لازم يخلص الجيم ده ده الحقيقة شيء مدمر ومخرج أنا فوجة نظري أنه مهمة الأجهزة التربوية وأجهزة الإعلام وأجهزة الدولة بشكل يعني متكامل في أنها تعمل نوع من أنواع مش أقول الدعوة مثلا لأنه أصبت أنه فكرة أنك تقول اعمله كذا بتجيب نتيجة عكسية مش مجد يعني لكن أنك تعمل منها الإجراءات ما يدفع الناس نحو التوجه إلى أشياء مفيدة ودور الأب والأم برضي دكتور في ميطن من الصغر للطفل طبعا بس هنا المشكلة أنه الأب والأم نفسهم جاهز يكونوا يعني عندهم مشكلة يعني هما نفسهم مبتلين هما نفسهم برضو نفسهم أنا الحقيقة بركز أكتر على الأجهزة وعلى مراكز القيادة في المجتمع يعني الأجهزة الثقافة أجهزة التربية أجهزة الشباب حتى يعني زرط شباب أو ما إلى ذلك في أنها مثلا مش تعمل دعوات أو دعا لا تعمل إجراءات يعني بمعنى إيه مسابقات أنواع من الدراسات التي تمنح عليها مكافآت أنواع من زي ما بنعمل مسابقات في الرياضة أو ما لما لا نقيم مسابقات في مجال المعرفة وفي مجال زمان كان عندنا مثلا مسابقة أفضل مقال مثلا أو مسابقة أفضل قصة أو مسابقة أفضل كذا دي أشياء مفيدة للغاية وفعالة للغاية لأنها بتدفع بتوجه بقى الدفة من هذه الزاوية من زاوية نانا فقط أستمتع إلى زاوية نانا أنافس من أجل أن أحقق مجد هو أعلى قيمة بعشرات المرات من مجرد قضاء يعني وقت في الله وأومائي لذلك تمام طبعا فيروس كورونا يمكن ساهم شوية في قصة أنه الناس مالت إلى أنها تعد في البيت وتتفرج على المنصات والأفلام والمسلسلات رغم أن المنصات دي فيها محتويات على فكرة ثقافية يعني بتعرض برضو أفلام دوكيومنتري وحاجات علمية لكن الناس بيغلب عليها أكتر طبع الترفيه لقتل الوقت أنهم قاعدين في البيت مش قادرين يخرجوا بسبب الفيروس كمان الفيروس أثر على معرض الكتاب وده للأسف شيء طبعا مؤسف يعني أدى إلى تأجل ده كان بيبقى مناسبة ومهرجان ثقافي الناس بتنهل من المعرفة فيه تعليق حضرتك إيه على الناس إزاي تعود غياب معرض الكتاب السنية أو تأجيله بسبب الفيروس هو الحقيقة معرض الكتاب زي ما حدقت فضلت يعني كان حدث بالزبط والحدث ده دائما يعني بياخد طبع العيد كده يعني اللي هو إيه نحن نكله أكلة معينة أو نلبس لبس معينة يعني الأسر بتروح بمختلف الأعمار بالزبط يعني زي شاب النسين فالناس كانت بتروح على معرض الكتاب وبالتالي إغراء القراءة وإغراء الشراء الكتب وحتى تصفح أو الاطلاع على الأقل على الجديد في الكتب كان بيبقى مغري للغاية وده كان بيحقق معدل مبيعات مرتفع جدا يعني كان معظم الراكد في بعض الدور الناشاء أو ما إذلك بيجد مجاله في معرض الكتاب لكن بما أنه قد تأجل وعاز علي حال ملقوط يعني ما أظنش أنه هو حيبعد قوي لأنه ما قاله في يونيو حينشأ المعرض الكتاب من شاء الله لكن في كل الأحوال أنا في وجهة نظري أنه كورونا إحدى يعني أسبابها أو يعني أحدى النتائجة الغير الإيجابية إنها عودت ناس الكسل إنها يعني زادت من جرعة الكسل عند الناس وهي أصلا للأسف موجودة يعني في مجتمعاتنا رغم أنه في ناس على فكرة ما استسلمتش لفترة كورونا ورحت الجيم وقعدت تقرأ واستفادت من الوقت ده إنها تعمل أبحاث إنها تثقف نفسها بس طبعا قلة برافو عليك هنا بقى الأمر توقف على مين على من أنت يعني ما هي توجهاتك ما هي همومك ما هي أهدافك ما هي طبيعة تكوينك هل أنت من النوع الجاد الفعال النشط يعني اللي عايزة حقق إنجاز اللي عندك إحساس بوقتك وإحساس بعمرك يعني فكرة إنك أنت عمرك ده شوية قد كده يعني أنت هتحقق فيهم إيه قبل ما ينتهي أنا شايف إن المفاهين دي أم بغي ترزخ يعني إيه أنه أنه أنت الوقت بالنسبة لك ما هوش شيء مفتوح آه يعني عبارة قتل الوقت دي لحيبت استفيد دي خطيرة جدا دي خطيرة جدا من الوقت الزين نقفل من يحاول أن يقتل الوقت هو يقتل عمره نفسه يعني هو يقصف عمره لأنه زمان كانوا بعلمونا كده إن الأعمار لا تقاص بالزمن لكن تقاص بالإنجاز صح يعني أنت حققت قد إيه وبالتالي عشت قد إيه وبالتالي ممكن حد يعيش مئة سنة ولا معرفش إيه ويبقى زي ما راح زي ما جاي يعني في حقيقة الأمر هو ما يعني كان موجوده على الدنيا وحتى من المنظور الديني يعني الحديث الشريف بما معناه أنه إحنا كل إنسان حيسأل عن عمره فيما أفناه بالضبط بالضبط هذا هو وإلي نفع بالناس إحنا محتاجين بقى نكرس هذه الثقافة ونرسخ هذه المفاهيم الإيجابية النشطة الفعالة الجادة المنجزة يعني أن يقاص عمر الإنسان ويقاص قدر الإنسان وقمته بإنجازه هذا هو يعني ما أنا بشكرك جدا دكتور صلاح السروي على هذا الحوار الممتع شكرا جزيلا أنا شرفت الحلوان أستاذ النقد والأدب بجامعة حلوان ومشاهدين بشكركم على حسن المتابعة ولسه متواصلين مع حضراتكو في هذا الصباح حتى العاشرة بتوقيت القاهرة شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا